قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي وقدمها لنفسي وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في كل مكان لا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة ولا أقدمها الآن هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع لأنني أرى كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا وهو يتصور أن الموت نهاية المطاف وأنه لن يقف يوما بين أذى الله جل وعلا ليسأل عما قدمت يداه نقدمها لنصحح بها الحياة لنصحح بها الأخلاق لنصحح بها الأقوال والأفعال والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل والإخلاص في الأقوال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلت أيها الأحبة أتحدث عن علامات الساعة التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهيت الحلقة الماضية بقولي ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ أن تلد الأمة ربها ما معنى هذه العلامة؟ يعني إيه تلد الأمة ربتها أو ربها تب خلي بل حضرتك معي والتعالي نرجع لأصل الحديث في صحيح مسلم وأنا متعمد أن أذكر الحديث بطوله لجماله وجلاله لدروسه وعظاته وعبره وما أكثرها ولملاء وهو حديث من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه الإمام البخاري اختصرا ورواه الإمام مسلم ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من أصحاب دواوين السنة لكنني سأقتصر الآن على رواية الإمام مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر يعني بنفي القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي يعني سيتركني أتكلم أسأل عبد الله بن عمر وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقى فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال عبد الله حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فشلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال السائل فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة وهذا هو الشاهد فأخبرني عن الساعة فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال أخبرني عن أمارتها قال السائل الكريم هذا فأخبرني عن أمارتها يعني عن علامتها عن أشراطها فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالك أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ في صحيح مسلم أيضا أن تلد الأمة ربها أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ملي فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الشاهد من الحديث أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها يعني إيه يعني إيه قال أهل العلم يتزوج الرجل السيد الأمة أو ينكحها الأمة مرأة من الإماء من العبيد فيتزوج السيد الحر أمة من الإماء أو ينكح السيد الحر أمة من الإماء فتنجب له ولدا فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه وينشأ سيدا بانتسابه لأبيه في الوقت الذي تبقى فيه أمه أمة من العبيد من الإماء أن تلد الأمة ربها أي سيدها عرفت حضرتك المعنى أن تلد الأمة ربها أي سيدها أو أن تلد الأمة ربتها تنجب هذه الأمة بنتا فتصبح البنت سيدة بانتساب لأبيها وتبقى أمها أمة من الإماء فتلد الأمة ربتها أي سيدتها هذا معنى لبعض أهل العلم ومنهم من قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها بمعنى قد ينكح السيد أمة من الإماء ثم يبيعها ويكبر هذا الإبن ابن هذه الأمة يكبر ثم تباع هذه الأمة في سوق من الأسواق وتعود إليه مرة أخرى لتكون أمة عنده وهي في الأصل أمة هذا معنى وأوجه المعاني وأوجه المعاني وأحسن المعاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها قال الحافظ حجر كثرة العقوق كثرة العقوق بين الأولاد قال وهذا أمر يكون بالقرب من قيام الساعة لأن الأمور تنعكس بين هذه الساعة فيصير المرباء مربية فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وهذا أقرب الأقوال أقرب المعاني لكلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم تنعكس الأمور فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وتعامل البنت أمها معاملة السيد للأمة وأظن أن هذه العلامة بهذا المعنى قد كثرت وانتشرت بصورة تدمي القلب كثر العقوق فأصبح المرباء مربية أصبح الإبن الذي لازال يتربى على يدي والده وعلى يدي أمه أصبح مربيا يأمر الوالد ويأمر الأم بصورة لا تليق بمقام الأم أو بمقام الوالد الكريم فكثرت العقوق علامة من علامات الساعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها أن تعامل البنت معاملة أمها أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها وأن تلد الأمة ربها أن يعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وهذه صورة انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر العقوق بصورة مؤلمة بصورة تدم القلب الوالدان نعم يا إخوة من أجل النعم إخواني وأخواتي اتفقنا على أنني لا أخاطب العطفة فقط وإنما أخاطب العقل والقلب معه ولا أود أن أذكر العلامة وأن أجري إلى علامة أخرى ليس هذا هو المراد أن أسرد العلامات سردة أبدا إنما المراد أن نقف مع العلامة لنستخرج المنهج التربوي لنحول هذه الكلمات الربانية والنبوية في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلا فما أيصر التنظير وما أسهل الكلمات أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال إنه لذلك والقدر عليه أقول الوالدان نعمة والله من أجل النعم من أجل النعم قد لا يفطن كثير من أولادنا وأبنائنا وإخواننا إلى قدر هذه النعمة إلا إذا افتقدها أسأل الله نبارك في أعمار والدين جميعا إنه لذلك والقدر عليه قد لا يستشعر كثير من إخواننا وأولادنا قدر هذه النعمة إلا حين يفقد والده أو والدته الوالدان يندفعان بالفطرة بالفطرة بلا تكلف يندفعاني بالحب والعناية والرعاية والإحسان إلى الأولاد بل ربما يضح الوالدان بالذات بالعرق بالجهد بالعافية بالراحة بالنوم بالطعام بالشراب من أجل إسعاد الأولاد أسعد لحظة حين يخرج الوالد الطعام من فمه ليطعمه ولده أسعد لحظة على الأم حين تصهر الليلة كاملا من أجل أن ينام طفلها ومن أجل أن يستريح ولدها أو أن تسعد ابنتها أسعد اللحظات وأنا أعلم أن كل من رزقه الله الآن بالولد يعرف قدر ما أقول يعرف قدر الوالدين ويعلم يقينا إلى أي حد قدم الوالد وقدمت الوالدة لأنه الآن في مرحلة عطاء فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة على سطح الأرض تذروها الرياح وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وجهد وعطاء وعافية في الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية وهما مع كل ذلك سعيدان يا الله عطاء الوالدين لا ينفد لا ينتهي أقول لكن من الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله من ينسى هذا العطاء والحب والحنان ويندفع في جحود ووحشية وعصيان ونكران بالإساءة إلى الوالدين بلا شفقة أو رحمة أو إحسان ويبلغ العقوق الأسود منتهاه ويبلغ العقوق الأسود منتهاه حين حين يسيء الولد أو حين يضرب الإبن أمه أو أباه اللهم سلم سلم يا رب والله أقرأ أقرأ وأسأل عن أحداث تخلع القلب إن دلت فعلا فإنما تدل على قرب قيام الساعة مستحيل مستحيل أن يتصور الإنسان أن يرفع الإبن يده على أبيه أو أن ترفع البنت يدها على أمها صورة بشعة من صور العقوق صورة بشعة من صور العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك لقد أمر الله جل جلاله بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة عوز حضرتك تتصور كرامة الوالدين ومكانة الإحسان إلى الوالدين أن يجعل الله الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة تدبر معي قول الله وقضى ربك أن لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا يا الله وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بل وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك اكبر الكبائر وجعل الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك مباشرة العقوق معقول الكلام ده ايوة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي بكرة رضي الله عنه الا انبئكم باكبر الكبائر وددت ان لو سمع هذا الكلام ابناؤنا جميعا يقول الصادق المصدوق الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله الشرك اكبر كبيرة اظلم الظلم ابشع ذنب يرتكب على ظهر الارض الشرك يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وقال الله جل وعلا لامام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك يا الله يا الله على هذا الوعيد يقول الله لنبينا لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله طب والتانية وعقوق الوالدين بعد الشرك ايوة بعد الشرك خلي بالك ولد الحبيب وانتبه ابنتي الغالي الفاضلة وانت اخي الكريم الاشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق بعد الشرك وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وساعود الى الثالثة باذن الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث ايات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بدون قرينتها كلام غالي اوي ثلاث ايات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل اية الا بقرينتها الاولى قول الله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول جميل فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثانية قوله جل وعلا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن اقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه الثالثة انشكر لي ولوالديك يا الله يا الله مباشرة انت متصور المعنى اخي الحبيب واخت الكريمة ان تعيش المعنى انشكر لي ولوالديك مباشرة فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه لم يقبل منه عقوق سبب من اسباب الطرد من رحمة الله والحرمان من الجنة مهما تعمل ما فيش فايدة لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا اي فرضا ولا نفلا يوم القيامة محقول ايوه ده العقوق كبير بشع جدا علامة خطيرة منتشر الان من علامات الساعة روى ابن ابي عاصم في كتاب السنة وكذلك الطبراني وغيرهما بسند حسب انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني ايه يعني فرضا ولا نفلا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة اي فرضا ولا نفلا خابوا خابوا رب الكعبة وخسروا من هؤلاء من هؤلاء الذين لا يقبلونهم فرض ولا نفل اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال العاق لوالديه العاق لوالديه والمنان الذي يمن على الناس بعطاياه والمنان والمكذب بالقدر وقد تعمدت ان اذكر الحديث بمقدمتي في صحيح مسلم لابين مكانة الايمان بالقدر والايمان بالقدر ركنه من اركان الايمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وان تؤمن بالقدر خيره وشره وثلاثة اسمع الرواية دي والحديث رأى الامام النسائي في سننه والبزار بسند حسن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم خابوا ورب الكعبة وخسروا من هؤلاء اسمع قال الصادق العاق لوالديه يا الله العاق لوالديه خلي بالك من دي العاق لوالديه والمرأة المترجلة يعني المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء في كلامها في لبسها والمرأة المترجلة والديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله يقر الفحشة والفحشة في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وخلي بالك العقوق لابد أن تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة هنا في الدنيا قبل الآخرة انظر إلى أي رجل موفق بفضل الله خذها مني وابحث عنها انظر إلى أي رجل موفق من المسلمين في تجارته في وظيفته في مكانته الاجتماعية فتش وابحث في حاله مع والديه في حاله مع أمه على وجه الخصوص يقينا أقول بملء فمي وأعلى صوتي سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبر الناس بأمه هات لمثال هات لمثال ائتني بنموذج واحد كان برا بأمه محسنا إليها كريما معها كريما مع والده ولم يوفقه الله جل وعلا وهات لي نموذجا واحدة عق الرجل أباه وعق الرجل أمه وقل لي هذا نموذج كاسب في الدنيا رابح في الدنيا يعيش السعادة بكل معانيها بل دخل قصر السعادة من نوافذ قبل أبو أبي هات لنموذجا واحدة مستحيين مستحيين والله العظيم لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة من نين من ولده من ابنته اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه والحديث روى الإمام الطبراني والبخاريون في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وسأرجع إليه إن شاء الله تعالى كعلامة أخرى البغي أي الظلم وعقوق الوالدين آه لازم تشرب من الكأس في الدنيا من كأس العقوق أوعى تتصور أنك الآن في مالك وفي مكانتك وفي وجهتك وفي قوتك تتصور أنك أقوى من هذا الوالد الضعيف المسكين أو تتصور أنك أقوى من هذه الأمة الضعيفة المسكينة التي حملتك في بطنها أو حملتك في بطنها تسعة أشهر وأرضعتك بل بل وكانت لا تنام حتى تنام وتجوع من أجل أن تطعمك وتشقى من أجل أن تسعدك لاحظ أن كثيرا منا يفعل الآن مع الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى لهم الموت إلا مرحمة ربه جل وعلا من أهل البر جعلني الله وإياكم من أهل البر يتمنى له أي لوالده الموت أو لأمه الموت لكن الوالد كان يصنع بك كل ذلك وأكثر من ذلك وتذلل إلى الله جل وعلا أن يبارك في حياتك وأن يبارك في عمرك وأن يراك كبيرا وأن يسعد بك والأم كذلك تتضرع إلى الله بل وتبكي بين دي جل وعلا من أجلك من أجل أن يبقيك في سعادة غامرة فالبغي فالبغي الظلم وعقوق الوالدين لابد أن تجني الثمرة المرة في الدنيا قبل الآخرة الوالد سبحان الله ولا حول لقاته إلا بالله أبوه كبر أبوه عيش معاه في البيت كبر انحنى ظهره وسال لعابه لا حول ولا قاته إلا بالله جالس معاه على الطعام لأ الوالد يسيل لعابه ففجأة شال الوالد وشال الطعام ودخلوا على حجر الوحد عزلوا عزلوا عن الأولاد الأولاد الصغار فرحنين بجدهم ليه يا بابا بتعمل كده ليه عزلت جدنا في حجر الوحد قالوا لأن يعني يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبياكل فيوم ربك سبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن يمطق طفلا من أطفاله يوم الطفل يقول له ليه كده يا بابا تعمل مع جده ليه كده قال عشان ما تتقرفوش قال له طيب لما تكبر احنا برضو هنحطك في القضة دي الوحدة زي ما عملت مع جده يا الله يا الله والله العظيم النبي قال بر آباءكم تبركم أبناءكم هنا هنا في الدنيا يا أخي أيها البر الحبيب أنت ترى طفلك الذي لم يبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا إلا إن أطعمك إلا إن وضع الطعام في ثمك هذه ثمرة البر هذه ثمرة برك بوالدي طفلك الذي لا يعكل ولا يعرف شيئا يطعمك يطعمك قبل أن يأكل وكأن الله جل وعلا يريد أن يطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة بل وستراها في حياتك كلها في انشرح صدرك واستقرار بالك وقوة بدنك وسعادتك مع زوجتك وسعادتك مع أولادك وسعادتك مع أمالك وموظفيك ستعيش سعيدا بالبر والله العظيم ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا والآخرة الأب التاني اللي عمل ابني عمل يزر أباه بيشده من إيه ويجر براء البيت لحد الباب وخرج فتح الباب وبيجرجره على السلم فالأبو بيقول له لا 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 خلاص يا ابني لحد الباب يا ابني سبني يا ابني لحد الباب وبكى وقال له والله يا ابني من أكتر من تلاتين سنة أنا مجرّت أبويا عشان أطروده من بيتي إلا لحد الباب بس إلا لحد الباب بس آه يا الله يا الله أنا بي بعيني في ميدان ليتهيص وناس ورجل كبير جالس سبكي وقفت ربما يكون محتاج شيء فبسأل إيه خير يا خون قالوا الله الولد ده وأشاره على شاب جالس الولد ده ضرب أبوه بالألم صفع أباه على وجه بالألم أعوذ بالله وإذ بأحدهم يقول لي يا شيخ سبحان الله الرجل جالس سبكي لما جينا نضرب الولد قال لا 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 سبوه تضربهوش ليه يعمل حد قال ده ابني طيب ابن عاق لا يبد أن يؤدب قال لا 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 ددين أنا بسدده والله في نفس المكان ده يقول هو والله في نفس المكان ده ضرب والده بالألم أم على وجهه في نفس المكان دين دين يا حبيبي لابد أن تقضيه والله ستقضي هذا الدين حتما خلي بالك العقوق البغي والعقوق يعجلهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة دعوة الأم خلي بالك منها ما تقولش الشيخ يعني درويشي وكلامي عم الشيخ ده احنا في عصر خلي بالك من دعوة الأم الله انت خارج الصبح تقبل ايديها وبتدعو الله لك يا سلام يا سلام وآه لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك تقول ليش بعد انا راجل متق ملتزم وبنفق وببني خلي بالك من دعوة الأم بقولها لك من كل قلبي خليها تدعيي لك خليها تقول يا ربنا رضي عن فلان ارضى عنه يا سلام انت عارفين جريج لا من عرف من جريج ده ده جريج عابد من عباد بني اسرائيل واللي بيحكي لنا قصته نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم هات لنا الحديث بقى كده من الاول الحديث روال بخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة لم يتكلم في المهدي الا ثلاث عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عيسى بن مريم وهنرجع ان شاء الله لسيدنا عيسى لنقف معه وقفات في العلامات الكبرى باذن الله تعالى عيسى بن مريم طيب التاني مين قال وطفل جريج لا لا دي مش عارفينها بقى ايه طفل جريج دي خلي بالحضرتك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا عابدا ما كانش فاسقة لم يكن فاسقة ولم يكن عاصية ولم يكن مذنبة لا عابدا اتخذ صومع صومع يعني ايه مكانا بعيدا عن اعين الناس على قمة جبل او في مكان مرتفع وتفرغ العبادة تفرغ للطاعة يا الله يعني ليل وانهار في طاعة صلاة وصيام وقيام متسبيع رجل متفرغ للعبادة اسمه راهب عابد زاهد فين فوق جاءت امه ام جريج خلي بالك يا جريج يا جريج ام عزاه والرجل ايه في صلي لا اله الا الله يصلي ويه في صلي فقال في نفسه اي ربي امي وصلاتي يعني اواصل الصلاة ولا ارد على امي اي ربي امي وصلاتي فوصل الصلاة عبادة ولم يجب امه لا الله انصرفت اليوم التاني فلما كان من الغد اتته يا جريج يا جريج فقال اي ربي امي وصلاتي الله ده بيصلي تاني كل اوقاتي تقريبا عبادة اي ربي امي وصلاتي ارد على امي ولا اواصل الصلاة فوصل الصلاة ولم يجب أمه فانصرفت فلما كان في اليوم الثالث جاءت أمه أتته أمه يا جريج يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي لازال في صلاة أيضا فوصل الصلاة ولم يجب أمه فغضبت الأم غضبت الأم تب هي تغضب ليه عم الشيخ ده رجل بيصلي هو الشرع ان يصلي الأصل ان يوصل الصلاة ولا يجيب أمه خلي بالك من الجواب يجيب أمه هو بيصلي أيوة ما لم يكن في الفريضة ما لم يكن في صلاة الفريضة إن كان في صلاة الفريضة يواصل الصلاة أما إن كان في نافلة وسمع أمه تنادي عليه وهو يصلي النافلة سن يعني ويرى أن أمه في حاجة ملحة إليه فليقطع الصلاة واليجيب أمه لا مش ممكن مش ممكن بتبقى مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى هذه مكانة الأم ومكانة المرأة المسلمة في دين محمد بن عبد الله حتى لو قال بأن الإسلام ظلم المرأة لا ده نحيش بعد كده مع المرأة وكرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا ده كرمها تكريما ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الغرب يقطع الصلاة وهو بين أبي الله جل وعلا في صلاة النافلة ليجيب أمه نعم نعم أما إن كانت الأم تستوعب ولن تغضب إن أكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم أجبتها فأكمل أما إن كنت ترى أنها في حاجة ملحة وستغضب فاقطع صلاة نافلة وأجب أمك انصرفت الأم يا غضانة وسبحان الله انفعلت انفعل غريبة كذا وقالت دعت على جريج على الرجل الزاهد العابد التقي النقي قال لي ما لك ما سبهاش ولا ضربها والعذو الله ولم ينهرها لا درجل في عبادة في طاعة فقط ما قدرش يجاوبها لحد في صلاة فالأمة قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يا ربي دعوة غريبة جدا اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات والمومسات يعني الزواني أو الزانيات أسأل الله أن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخر سبحان الله دعوة استجيبت يا الله استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العابد أيوة أيوة الحديث في البخاري ومسلم استجيبت دعوة أم جريج مش بقول لك خلي بالك من دعوة الأم ده تصور لو انت عق إنما درجل عابد زاهد ومع ذلك استجيبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بني إسرائيل فتذاكروا يوما جريج تذاكروا جريجا وعبادته فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه فطلبوا منها ذلك فذهبت إليه إلى جريج وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها يا الله تعفف عن الزنا مع امرأة جميلة حسناء فلم يلتفت إليها لكنها مكلفة بمهمة فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها فوقع الراعي عليها فحملت فلما ولدت حملت ولدها وذهبت به إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنا فذهبوا إليه وحطبوا صومعته وضربوه وأنزلوه قال ما شأنكم تعملوا ليه كذا إيه لنا عملته قالوا هذا ولدك من الزنا قال دعوني أصلي تاني يصلي الله جل وعلا فصل ما شاء الله لأن يصلي ثم قال أين الغلام أو أين الصبي قالوا ها هو الصبي فضرب في بطنه طعن في بطنه وقال له جريج وهو لزل في لفائفه قال له جريج يا غلام وقال له من أبوك الله ده طفل في المهدي لسه مولود تخاطبه شوف اليقين عند الرجل وصل إلى هذا الحد ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه يطعن الصبي في بطنه ويقول من أبوك فينطق الله هذا المولود في لفائفه ينطقه ويقول فلان الراعي الله فلان الراعي ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه وصلاته لله عز وجل فأقبل عليه يتمسحون به وقبلون وقلون نبني لك صومعتك من ذهل قال لا بل ابنها من الطين كما كانت الشاهد أن دعوة أم جرج استجيبت تبشوف الصورة التانية المشرقة الجميلة في حديث آخر في صحيح مسلم يا الله كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر 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 العملاق عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه عمر الذي أجر الله الحق على لسان وقلب عمر 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 قل عمر إلى ما شاء الله عمر رضوان الله عليه هذا حبه في القلب وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه ويسيء للصديق رضي الله عنه ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه عمر رضوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن وامداد جمع مدد وهم الانصار والاعوان من اهل اليمن كل ما يقبل على المدينة ناس من اهل اليمن يخرج عمر ابن الخطاب بنفسه بنفسه ويسأل يسأل عن رجل رجل مين عمر الفاروق امير المؤمنين يسأل عن رجل من التابعين من امداد اهل اليمن مين ده يوم عمر يلوم افيكم اويس بن عامر اويس بن عامر ما تنساش الاسم ده افيكم اويس بن عامر حتى اقبل على اويس لقيه عمر فقال له عمر انت اويس بن عامر قال نعم يقول عمر انت اويس بن عامر قال نعم يقول عمر من مراد ثم من قرن قبيلتان في اليمن من مراد ثم من قرن قال نعم يقول عمر كان بك برس كان بك برس مرض البرس كان بك برس فبرأت منه الا موضع درهم مش ممكن ده كلام خطر جدا ده البرس ده مرض داخلي يعني مستور فوقه الرجل يرتدي فوقه الثياب وبعدين يحدد المرض برأ الا موضع درهم يعني عبارة عن ديره اللي لسه لازلت باقية في جسده ده كلام خطر جدا والله كان بك برس فبرأت الا موضع درهم قال نعم يقول عمر لك والدة قال نعم قال عمر اني سمعت رسول الله يا الله صلى الله على الصدق الذي لا ينطق عن الهوى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم اويس بن عامر يا الله ده النبي ما شفوش لم يره رسول الله ما تصلي على الصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبرك عليه الرسول لم يرى اويس بن عامر لا وبيوصف مش بيوصف اويس بن عامر ده بيوصف المرض اللي كان في جسد اويس ولا زال اثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن كان به برس فبرأ الا موضع درهم له والدة له والدة له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لابر يا الله اللهم لا تحرمنا البر يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا الله مش ممكن شايف البر شايف ثمرة البر يقبل عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لابر يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لأعطاه طب وبعدين يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي عمر فان استطعت ان يستغفر لك ففعل عمر وحمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا ان يعز به الاسلام اللهم اعز الاسلام بأحب الرجلين اليه باب الحكم عمر بن يشام او بعمر بن الخطاب عمر عمر النبي بيقول له لو ادرت ان اويس بن عامر هذا يستغفر الله لك خليه استغفر لك خليه استغفر الله لك انت حضرتك عيش المعنى ده انت عيش المعنى ده يا اختاه عمر الفاروق يسأل اويس بن عامر يقول له استغفر لي فقال عمر استغفر لي فقال اويس بن عامر غفر الله لك يا الله البر يعل اويسا الى هذه الدرجة ده ما كانت اويس بن عامر بالبر ببره بامه بامه سبحان الله في العام المقبل جاء رجل من اشراف اهل اليمن فاقبل على عمر عبد الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر عن اويس سأله عمر عن اويس لان عمر رضوان الله لما قال له ذلك قال اين تريد قال اريد الكوف انا ويح الى الكوف فقال عمر اكتب الى والي الكوف قال لا احب ان اكون في غبراء الناس او اكون في غبراء الناس احب الي رجل مش عاوز منظرة ولا عاوز يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى من الاولياء الاتقياء فاقبل رجل من اشراف اهل اليمن على عمر فقال له عمر كيف تركت اويس بن عامر مش نسيه قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله عمر بيقول رضوان الله عليه لهذا الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبارأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لا بر ان استطعت ان يستغفر لك فافعل فعاد الرجل الى اليمن يبحث عن اويس بن عامر فلما لقي وقال استغفر لي فقال اويس بن عامر انت احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي انت لسه راجع من الحج او من النسك استغفر لي فقال يا الرجل استغفر لي فقال اويس بن عامر القيت عمر رضي الله عنه هو عمر ان لك الموضوع القيت عمر قال نعم فاستغفر له فلما فطن الناس له هام خرج ترك لا يريد ان يشارى اليه بالبنام انظر الى فضل البر الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث رأى احمد والتنذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح من حديث ام المؤمنين عائشة يقول الحبيب دخلت الجنة دخلت الجنة والنبي عصام رأى الجنة وفي الدنيا ودخلها ليلة الاسرائيل المعراج ورآها وهو واطف يصلي صلاة الكسوف رآها بل ومد الحبيب يده ليقطف شيئا من ثمرها لولا ان الله لم يقدر ذلك في الحياة الدنيا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت الجنة فسمعت قراءة الله سمعت قراءة قرآن في الجنة في الجنة فقلت من هذا يعني من هذا الذي اقرأ القرآن في الجنة فقيل لي حارثة ابن النعمان حارثة ابن النعمان يقول الحبيب فقلت كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه يا سلام وكان أبر الناس بأمه البر يا شباب البر يا أولادي ويا أحبابي ويا إخواني ويا أخواتي الآن لو تقدر تقبل رجلة أبيك يلا قبل رجلة أبيك والله العظم طريق إلى الجنة لو تقدر تقبل رجلة أمك الآن قبل رجلة أمك والله طريق إلى الجنة يا إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة أنا شخصيا أدين الله عز وجل بأنني لا أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بر بأمي كل الأعمال أسأل الله أن يتقبلها وأن يرزقنا الإخلاص محن ديش عارف مغبرة اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وعملنا مأبرك بأمك مستور هترح تقبل يدها تقبل رأسها تضم وأمك إلى صدرك تطعمها تنفق عليها تكرمها تسعدها بكلمة بعطاء مش تطعم أهلك وأولادك وتخفي عن أمك لا ده عقوق أسود عقوق خطير تخفي من أمك أطيب ما ترزق به من الطعام والفاكهة والثياب ده بر هذا عقوق بشع بشع ستحرم بسببه من خيري الدنيا والآخرة أؤكد من خيري الدنيا والآخرة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله روى البخاري ومسلم الحديث عبداليد مسعود رضي الله عنه وسمحوني أنا منفع لأن الموضوع فعلا جارح يدمي القلب يدمي القلب وطولت النفس لأن فعلا إحنا محتاجين هذا الموضوع الآن نعم كثير من البيوت تبكي كثير من الآباء يبكون كثير من الأمهات يعني يبكين بالليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرسول عليه الصلاة يسأل كما في الصحيحين من حديث عبداليد مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يا سلام بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله نعم بل ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد في سبيل الله فقال له المصطفى أحي والداك فقال الرجل نعم كلاهما فقال له الحبيب ارجع ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ مسلم قال الرجل يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد فقال له المصطفى أحي والداك وفي لفظ أمن والداك أحد حي قال كلاهما قال له المصطفى تبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ قال الرجل تركتهما يبكيان فقال له المصطفى ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما يا سلام بر الوالدين البر وفيه لطيفة نبوية النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظرنا إليها يقع فيها كثير من الناس إلا مرحمة رب جل وعلا قال الحبيب كما في الصحيحين كما في الصحيحين من الكبائر من الكبائر شتم الرجل والدي طيب دي معروفة كبيرة من الكبائر إنك تشتم والدك إنك تشتم أمك إنك تشتمي والدك أو تشتمي أمك كبيرة كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب فبقول من الكبائر شتم الرجل والدي الصحابة استغربوا استنكروا قالوا يا رسول الله ايشتم الرجل والدي وفي لفظ ايسب الرجل والدي فقال النبي نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه انت حضرتك خطباك من المعنى يعني رجل تسبه انت تسبه بامه فيسب امك اب انت وقعت في كبيرة العقوب في حق امك انت تسبه ابا رجل اخر فيسبه اباك تب انت ارتكبت كبيرة العقوب في حق والدك يسب الرجل ابا الرجل فيسبه اباه ويسبه امه فيسبه امه بكبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر طيب ممكن اخي الان واخت من الفضلاء والفضليات ممكن يبكي وتأثر قل سامحك الله لقد نكأت الجراح يا شيخ محمد وذكرتنا ومنا من توفي والده ومنا من توفيت والدته ماذا اصنع الان فيه فرصة اقدر اعمل حاجة قبل ما موت مع ان الوالدين قد رحل الى الله سبحانه وتعالى والجواب نعم الجواب نعم لا تيأس الله يبشرك بالخير في امل ايوه الامل في الله لا ينقطع وباب الرجاء لا يغلق حتى ولو كنت عاقا في حياة الوالدين جدد وغير العقوق الى بر اين الوالدان مات الوالدان لا زال الباب البر مفتوحا لا زال باب البر مفتوحا ولا زال طريق البر مفتوحا وممهدا له المهم ان تشرع انت واخطão يلا بسرعة اخطو على الطريق على طريق البر نعم كيف اسمع الى السؤال المباشر ده من رسول الله الجواب المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال الحديث رأوه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان والترمذي وغيرهم ومن باب الأمانة العلمية في سنده علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات بقية رجال الإسناد ثقات من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما الله سؤال مباشر هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال النبي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خلي بالك وعد معايا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الله تبتاني كده بالراحة أول شيء الصلاة عليهما يعني أصلي عليهم الجنازة يعني لا هتصلي إن شاء الله عز وجل بعد عمر مبارك بالعمل الصالح بإذن الله تعالى نعم لكن مش المراد بالصلاة هنا الصلاة إنما المراد الدعاء الصلاة عليهما يعني الدعاء للوالدين جبت الكلام دمين ما رسوله هو للصلاة لا هذا من قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتصدق أحد من الصحابة يقول اللهم صل على آل أبي أوفة اللهم صل على آل أبي أوفة فالصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما ساغفر لوالديك كما ربياك صغيرة والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية الشرعية ليست محرمة وإنفاذ عهدهما أي تطبيق وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما كان ابن عمر يقول كما في صحيح مسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أبيه أو ود أبيه أو ود أهل أبيه كل هذا ثابت فيا أيها الأفاضل العقوق كبيرة من الكبائر وعلامة من علامات الساعة كما قال الصادق الذي لا أنطلق عن الهوى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها أن يعامل الوالد والديه معاملة السيد للعبيد وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدين جميعاً وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة اللهم من كان من والدين بين أديك فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك ومن كان منهما حياً فأحييه على طاعتك وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين أيها الأفاضل ومن علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله